بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو وخطة القناة في 2024 ان شاء الله خطة محترمة ان شاء الله وصولا لما يسمى بيئة الحرية المالية هنحاول قدر المستطاع ان احنا نفرد مساحات لشركات كثيرة لغاية حاليا بدرس حوالي 20 شركة لم اشرحهم في 2023 ان شاء الله هنشرحهم في 24 انا مش هشرح 20 شركة فقط انا هشرح شركات كثيرة جدا لكن انا هعمل تركيز على افضل 20 شركة او 30 شركة في شركات التمويل في سول فوركس تمام اه طبعا مسألة انك تتابع 20 شركة والتحديثات الخاصة بالشركات مسألة مرهقة جدا ولو هتعمل كده ممكن متعرفش تشتغل مع شركات التمويل لكن الموضوع مش محتاج تفرغ كبير كما يظن البعض يعني البعض بيظن مثلا ان انت عشان تشتغل مع شركات التمويل انت 24 ساعة في 24 ساعة شغال وللاسف دي كانت من المغلطات الفكرية اللي موجودة في الغاطة العربية اللي انت لازم تتابع 24 ساعة اغلب الاجانب بيشتغلوا حاجات بسيطة جدا اربع ساعات شهريا ساعتين اسبوعيا ساعة كل شهر كده تمام هو مجرد عرف اتجاه عرف صفقة عملها خلاص انتهى الامر تمام لكن احنا يعني هنا في الوطن العربي في افكار كتيرة جدا عن حاجات كتيرة غير صحيحة تمام حتى العرب انا نفسي شركات التمويل عرفتها من زمن من زمن طويل ويمكن الحمد لله كنت من اوائل الناس اللي كلموا عن شركات التمويل لكن اتأخرت حوالي سنتين عمال شاكك في الموضوع اوالله شاكك في الموضوع بقول لا دول هينصبوا علي لا دول مش صادقين لا مش عارف ايه مواطن عربي مواطن عربي هي دي مشكلتنا عند العرب لان احنا كلنا اتنصب علينا كلنا اتضحك علينا في اسواق المال فانت بقيت خلاص بتشك في الاشخاص بتشك في الشركات بتشك في كل حاجة شركات التمويل لها وعليها لها سلبيات ولها ايجابيات لا توجد شركة التمويل في العالم تخلو من العيوب يعني مش هتلاقي شركة كاملة لو انت بتدور عن شركة كاملة تحقق فيها كل احلامك دون قيود ودون ضغوطات ولا اي حاجة لا بقول لك لف وارجع تاني مفيش الكلام ده كل شركة هتجد فيها بعض الاشياء اللي هتزعع لك تمام ممكن شركات كسيرة هتلاقي فيها انزلقات سعرية شركات كسيرة تلاقيك ايه دا قيود يقول لك اصلي اللوت سايز دا اللي هو حجم التداول اضربه مش عارف في اتنين ويقسمه على اربعة لو انت عملت صفقات ما دون هذا النطاق لا مش هنحسب لك الصفقة لا انت ما ينفعش تشتغل وتسكر الصفقة قبل دقيقة لا دا ما ينفعش تعمل هجي لا ما ينفعش تعمل مضاعفات لا ما ينفع فهم فكلمة ما ينفعش دي هتلاقيها كتير جدا في شركات التمويل في سوق الفوركس فانت هتدور وتشوف في القناة الحمد لله احنا عملنا اكتر تقريبا تسعمائة وخمسين فيديو تقريبا اا وان شاء الله احنا يعني مخاططين في الفين واربعة وعشرين ان احنا نعمل اكتر من تلات تلاف فيديو ان شاء الله اا على شركات التمويل وعلى مواقع اا مهمة جدا في اسواق المال عايزين نعمل حاجة محترمة جدا غير اللي انا الحمد لله يعني عملت الدورة الخاصة الدورة الاحترافية بشركات التمويل والاستراتيجات الخاصة بشركات التمويل دي هتفيدك جدا يعني دي هتساعدك بشكل اكثر من رائع لكن وبصفة عامة اي واحد بيعمل دورات لازم انا اقول لك كلمة مهمة جدا لن تفيدك الدورة اطلاقا لو انت مش متحكم في سايكولوجيات المتاجرة لو انت راجل اا مفيش اا انا في ناس علمتهم اا ركنوا الدورة خالص ما بيشتغلوش بالدورة والله العظيم هو قصاد الشاشة بيتحول هو قبل الشاشة يقعد يقول لي يا استاذ علي انا اشتري الزوج ده وفقا الاستراتيجية رقم واحد وهبيعه هنا كل حاجة زي الفل كل حاجة اول ما يشوف الشاشة يشتري زوج اخر يشتغل شغل مش اللي هو قال لي عليه ايه الحكاية مش قادر يسيطر على مشاعره لو انت مش قادر تسيطر على مشاعرك والسلوك المتاجرة والله لن تفيدك اي دورة انا مش حكاية اللي انا مش عايزك تدخل معي والله لا ابدا بس انا بقولك نصيحة لوجه الله مش هتفيدك ولا دورة عندي ولا دورة عندي غيري لازم تكون متحكم في سيكولجيت المتاجرة عندك تمام لكن انت تاخد اعلى حاجة دي اعلى حاجة موجودة في السوق تمام اااا وطبعا انا فجأت بالعدد عدد كتير جدا عدد كتير جدا ممكن في ناس للأسف الشديد ما عرفتش ارد عليها العدد كتير وممكن واحد ارد عليه ثلاث مرات ما قول عدد مش عارف يعني فربي بس الحال نزبطها بس وان شاء الله تكون فتحة خير علي وعليكم انا عملتها لاني عايز اجمع جمية المعلومات كتيرة جدا غير اللي انا عاوز برضو ادخلكم في مناقشات حول الاستراتيجات الاجنبية يعني احنا هنشوف كتب اجنبية واستراتيجات واقول لك والله يا بص هم بيعملوا استراتيجات واحد اتنين ثلاث تمام تعال احنا هنعملها بس بإدارة رأس مال معينة تمام وهنفضل بقى نلعب مع بعض كده في الاستراتيجات لغاية ما نوصل ان شاء الله لنسب نجاح عالية جدا تمام وهنعمل طبعا كل الشغل ده مش نظر كل الشغل ده عملي يعني بعمل لك شغل عملي قصادك وبقول لك بص انا بفتح الصفقة ايه طب انا اخسرت هعمل ايه واحد اثنين ثلاثة طب انا ربحت ازاي تقدر تستفاد بالربح يعني مثلا لما تيجي تحلل زوج تمام والزوج ده انت حللته كسوينج الزوج ده صاعد خمسمائة بيب او ربعمائة بيب كصفقة اتجاه ازاي بقى تقدر تستفاد بالربعمائة نقطة دولت دي على فكرة دي في منتغة الخطورة كلام اللي انا بقوله ده ده في منتغة الخطورة ليه في واحد ممكن يكون مثلا الحسابه 200000 فيقولك انا هدخل بواحد دولار طيب تمام انت ليه داخل بواحد دولار ما انت كده لو اخبت الصفقة كلها يقولك اصلا انا ااخد ااخد الصفقة بواحد دولار علشان يعني ايه اه اترك الصفقة اه واحصل على الربعمائة نقطة طبع انت كده حصلت على ربعمائة دولار تمام على حسب ايقاف الخسارة الخاص بيك تمام اه صاحبنا الربعمائة دولار ده يقولك لانا هعمل اقاف خسارة مثلا متين بيب تلتميت بيب طب انت كده داخل الصفقة علشان اما انك تخسر متين دولار او تربح ربعمائة دولار طب انت ليه ما دخلتهاش بعقد استاندر فهمل فهمل الحيطة ديت يعني انا كعلي يوسف واحد تاني مثلا حسام حسام دخل في نفس النقطة اللي انا دخلتها تمام لكن حسام داخل بواحد دولار انا داخل بعقد استاندر انا استفدت 4000 دولار وحسام استفدت ب400 دولار رغم انها نفس نقطة الدخول تمام فخلي بالك في حاجات فتركات بسيطة جدا رغم ان التحليل هو هو والاستراتيجية هي هي لكن ادارة رأس المال بتفرق واحد تالت يقولك لا انا هدخل بعشر استاندر بس بدل ما يكون اقاف الخسارة 100 بيب لا اخليهم 50 بيب اخليهم 30 بيب فاقاف الخسارة يتضرب فاهم كل الحاجات دي ان شاء الله احنا نعالجها في الدور امتى تعمل اقاف خسارة قريب وامتى تعمل اقاف خسارة بعيد تمام كل الكلام ده وطرق ادارة رأس المال والكلام ده كله ان شاء الله في الدور خلينا بقى نتكلم في شركات التمويل شركات التمويل انا قلت لك عشان توصل للحرية المالية انت عايز تنوع في شركات التمويل ما تدخلش في شركة واحدة طالما ان هي ليست شركة والدك يعني طالما والدك مش هو اللي فتح الشركة دي خلاص انت ليه مصر ان انت هتدخل في شركة واحدة لا نوع شركاتك تمام انا بالنسبة لي اه عايز انتقي مسلا عشر شركات اتناشر شركة وادخل معاهم تمام لما يكون عندك حسابات متعددة وكل حساب اه ده يجيب لك الفين ده يجيب لك تلاتة ده يجيب لك خمسة تمام مع عشر شركات تلاقي نفسك بيجي لك خمسين الف تقدر اه تستسمر مرة اخر تعيد الاستثمار هتلاقي الدنيا حلوة في مفهوم خاطئ ايضا في مسألة شركات التمويل يقول لك انا عايز عدد تحدي في يوم في يومين في تلاتة ليه انت ليه بتجري اللي بيجري ده هيخسر حسابه هتلاقيه بعد شهر ولا شهرين يقول لك اه انا سحبت بس الاسف خسارة حسابي اشتغل وحدة وحدة لا احد يجري ورائك تمام فان شاء الله خير خلينا بس كده ايه واحدة واحدة اه نذاكر مع بعض الشركات التمويل واقول لك القواعد الخاصة بشركات التمويل وكل شركة ما يناسبها من استراتيجات وان شاء الله تكون فتحة خير علينا جميعا الفين اربعة وعشرين ونعمل تطوير كبير جدا للقناة شكرا جزيلا والتوفيق